بحاطته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن في عقاب التصعيد المستمر في لبنان والهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنتها إيران ضد إسرائيل دان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش الهجوم الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل محذراً من أن حرب شاملة في المنطقة سيكون لها عواقب خطيرة ومدمرة وذكر أن تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية يشكل انتهاكاً متكرراً لقرار مجلس الأمن 1701 وأضاف جوتيريش في كلمته إن أحداث الأسبوع الماضي والشهر الماضي بل والعام الماضي تقريباً توضح ما يلي لقد حرى الوقت لوقف الأعمال العدائية في لبنان واتخاذ إجراءات حقيقية نحو التنفيذ الكامل لقراري مجيس الأمن 1559 و 1701 مما يمهد الطريقة للجهود الدبلوماسية من أجل السلام المستدام لقد حان الوقت لوقف دوامة التصعيد التي تقود شعوب الشرق الأوسط إلى الهاوية الموقف اللبناني في هذه الجلسة أتى على لسان القائم بالأعمال في بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم الذي قال لنزل ملتزمين بالمقترح الذي تقدم به الرئيسان الأمريكي والفرنسي لوقف إطلاق النار ونتعهد بتنفيذ كافة نقاطه بما في ذلك البدء في النظر في تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل ونحن على استعداد لنشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى يتمكن من القيام بمهمته على أكمل وجه وردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران ضد إسرائيل قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دونان في مداخلته إسرائيل سوف تدافع عن نفسها واسمح لي أن أؤكد لكم أن العواقب التي ستواجهها إيران بسبب أفعالها ستكون أكبر بكثير مما كانت تتخيله سندافع عن شعبنا وسيكون ردنا حاسما على كل صاروخ يتم إطلاقه سنرد بقوة من جهتها وجهت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا تومس جرينفيلد رسالة واضحة لإيران نستمع معا لأبرز ما جاء فيها اسمحوا لي أن أكون واضحة سيتحمل النظام الإيراني مسؤولية أفعاله ونحن نحذر بشدة من قيام إيران أو وكلائها بإجراءات ضد الولايات المتحدة أو ضد إسرائيل أيها الزملاء هذه اللحظة الحاسمة هي اختبار لهذا المجلس ومن الضروري أن ندين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني ونطالب بوقف دعمها للإرهاب في المنطقة الشعوب في إسرائيل وغزة والضفة الغربية وفي لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة يستحقون السلام ولقد حان الوقت لأن يقوم هذا المجلس بمحاسبة إيران على تأجيج نيران الحرب في المنطقة بدورهم شدد العديد من الدول الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة التوصل إلى حل ديبلوماسي من شأنه إنهاء الأعمال العدائية ووقف فوري لإطلاق النار وتكثيف الجهود لتجنب حرب شاملة تهدد بعواقب خطيرة على المنطقة برمتها والدعوة للتنفيذ الكامل والتام لقرار مجلس الأمن 1701 من مقر الأمم المتحدة توني ناداف الحرة نيويورك